اشتركوا في القناة 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 الجزء التاني اللي عايز اقول لحضراتكم خلينا نروح لفاروق صلاح بلعب التتش عشان نتابع اخبار تمرين تنازل الاهلي النهاردة ونتعرف النهاردة اعتقد عندنا اكتر من حالة عايزينة طمن عليها طبعا بداية محمد محمود وفترض نرجع التمرين النهاردة نتأكد كمان على سلامة محمود وحيد وغيرهم من اللاعبين كابتن ايمن اشرف في التمرين النهاردة فاروق مساء الخير اهلا بك معنا طبعا في السادسة وناخد منك كده العنوين الاساسية في استعادات الاهلي لمواجهة نادي سموح كل التحية للزميل العزيز احمد سبير كل التحية لك يا احمد وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا بك يا فاروق تكلمني عن تمرينة النهاردة مستر مسماني اتكلم مع الفرقة في ايه حضور اللعيبة في الملعب اعتمن منك على يعني احنا امكن لما تابعنا تمرينة الاربع كنا عارفين ان محمد محمود يبدأ من النهاردة يدخل في التمرين الجماعي عايزين اتطمن منك كمان على اه حالة محمود وحيد هل عانى من اي شيء ولا اشترك في المران مع الفرقة بشكل طبيعي يعني اطمنك مبدايا على حالة اللعبين المصابين محمود وحيد طبعا كان لم يستكمل المران بالامس ليه يعني حدوث كاتبة لمحمود وحيد ولكن النهاردة بصورة طيبة بيشارك في المران بيشارك في التقسيمة الرئيسية اطمنك عليه واحد من العيبة المهمة في النادي العلي لكن اطمنك انه محمود وحيد النهاردة موجود في المران موجود في التقسيمة الأمر التاني الخاص بيه طبعا اي من اشرف عودته للمران والتدريب وعودته للمباراة سموحة هو غاب عن مباراة بيرامدز لحصوله على الانذار الثالث ايضا بدر بنون اللي هيغيب عن مباراة سموحة غدا بمشية الله لحصوله على انظار ثالث في مباراة بيرامدس محمد محمود يعني هينضم إن شاء الله للتدريبات الجماعية ويكون موجود في التدريبات الجماعية عقب مباراة سموحة محمد هاني بيواصل البرنامج التأهيل الخاص به النهاردة بنشوف في التقسيمة الرئيسية محمود متولي كريم ندفد أقرب اللعبين اللي يعني خلاص بدخلوا في فورمة وأجواء إحساس المباراة تعرف التقسيمة بباعت اللعبة الندر اللي بتبقى جزء كبير جدا من هو الشكل المباراة فأطمنك على محمود متولي وعلى آآ أيضا كريم ندفد بنتكلم بقى على استعدادات الفريق للمباراة كده فاروق معليش تسمعني كده محمد هاني محمد هاني مش معنا في مطشة سموحة بكرة على كلامك يعني كده محمد هاني برضو مش هيبقى جاهز لمطشة سموحة اتفضل كامل يا فاروق بالزبط محمد هاني مش موجود في مباراة محمد هاني مش موجود في مباراة سموحة يعني واحد من اللعبة طبعا والإضافات المهمة جدا للنادل أهلي في مركز الزير أيمن لكن خلينا بقى نتكلم على استعدادات الفريق استعدادات الفريق لمباراة سموحة بدأت مع انتهاء مباراة بيراميدز ومستر بيتس موسيماني طبعا مع اللعبين في غرفة خلع الملابس اتكلم خلاص مباراة واتقفلت وخلاص هنركز في المرحلة المقبلة تاني يوم كان تدريب الفريق اللي عقد جلسة مع اللعبين قال مش عايزة لتفت لكل الأخبار أو الكلام اللي بتقال احنا فريق لازم نحط كل خطأ في وضعه الطبيعي عند ديرها مرحلة مهمة جدا مطوب فيها التركيز من الديئة الأولى للديئة تسعين النهاردة عقد محاضرة فنية مع اللعبين قبل انطلاق المران استمرت لمدة نصف ساعة طبعا عرض من خلالها اللقاء بيراميدز أغلب الفرص اللي النادي الآلي أهضرها من بداية المباراة من أول الديئة الأولى طبعا نتكلم مع كل اللعبين قال احنا مقبلين على مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة جدا لازم نستغل أنصاف الفرص طالب من اللعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص قال أنا بسق فيكم كلكم بسق في أي 11 اللعب بديكم الثقة وراكم جمهور كبير جدا بيستني منكم الكثير أيضا النهاردة كان موجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الآلي اللي دايما هو الداعم والساند لفريق اللي النادي الآلي في كل الظروف موجودة النهاردة تابع المباراة تابع التدريب بالكامل يعني منذ بداية التدريب حتى انتهاء التدريب الكابتن محمود الخطيب قاعد بتابع المران بالكامل طبعا مستر بيتسو مسماني جرب بعض الأمور الخاصة بالتاكتك الخاصة بالفريق النادي الآلي اللي عايز يطبقها غدا في مباراة سموحة أيضا بعد الكرات السابة اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو مسماني إن شاء الله اللعبة تكون على قدر المسئولية إن شاء الله غدا بمشيئة الله وتحقق انتصار على فريق السموحة في المباراة المقرر قناة أعرف منك بس الناس كتير بتسأل على حالة كريم ندفد ويمكن ظهر معنا في الكادر في التمرينة النهاردة فبرضه نتطمن منك على حالة كريم انت شايفه في الملعب أكتر بتابعه يعني فتطمن عليه حالته إيه ناحية البدنية شايفه جاهز فت يدخل قريب مع الفريق إن شاء الله لأنه أعتقد كريم من أفضل لعبين ونفس الأمر كمان أو نفس السؤال ينطبق على محمود متولي بالضبط زميل العزيز أحمد سمير هو مستر بتسو مسماني كمان كان يعني اجتمع في جلسات كده مع كريم ندفد ومحمود متولي يعني في مران اليوم دفك أكثر من مرة كلم وقال أنتوا لعيب أنا يعني شفتلكم وعارف متابع كريم ندفد من زمان ومتابع محمود متولي وقال أنا مستني أنتوا يكونوا موجودين معا في الملعب إن شاء الله ويكونوا موجودين مع الفريق النهاردة بشوف محمود متولي بيشارف التأسيم للآخر بيشوف كريم ندفد ما يتبقى إلا بس الرؤية طبعا الرؤية الفنية المستر بتسو مسماني إن هم يكونوا موجودين خلال الفترة القادمة لكن الحالة البدنية اللي عليها كريم ندفد يعني ندر نقول إن كريم ندفد في حالة بدنية أكثر من رائعة أيضا محمود متولي محمود متولي كمان بدأ خلاص يشارك في موضوع الالتحامات تعارف طبعا زميلة حمدين تعارف بعد العودة من الاصابة بتبقى يعني الالتحامات بتقل شوية لكن محمود متولي دولتي بشوفه في الالتحامات في الارتقاط في القراءة العالية القائمة فاروق تم الإعلان عنها القائمة هل تم الإعلان عن قائمة الفريق لا يعني من ثواني يعني خلاص من دقائق كان انتهى المران لسه في انتظار خروج القائمة الرئيسية للنادر يعني مستر بتسو مسماني هيعلن القائمة لكن طبعا يبقى فيه استمرار طبعا الغياب لواليد سليمان استمرار هيغيب طبعا بدر بنون للحصول على الانظار الثالث هيعود ايضا ايمن اشرف لكن خلال دقائق ان شاء الله مستر بتسو مسماني هيعلن القائمة يكون موجودة معك زميل العزيز احمد سمير طبعا وهنتابع معك على مدار الحلقة بشكرك شكرا جزيلا طبعا زميل عزيز فروس الله